حبلة تسقيط وتشويه سمعة غير مبررتين إطلاقاً تتعرض له الزميلة الإعلامية الأخت فاطمة قيدار والتي استطاعت الوصول إلى النجاح والجماهيرية بوقت قصير قياسي من خلال برنامجها الميداني حظك حلو الذي يعرض على قناة الفلوجة الشائعات الاتهامات والطعن في السمعة والشرف أطلقها مجهولون روجت لها بعض البيجات والصفحات المشبوهة والتي تسعى وراء المشاهدات واللايكات والانتشار على حساب فاطمة وغير فاطمة وإن كان ذلك على حساب الآخرين أيضاً والإضرار الذي سيلحق بهم وتشويه سمعتهم في المقابل رفضت الجماهير حملة التسقيط تلك والمقصودة ضد فاطمة دافعوا عنها من خلال مقاطع فيديو في حين التزمت الزميلة فاطمة الصمت ولم ترد بشكل رسمي على تلك الشائعات وعلى كل ما دار حولها من تلفيق وكلام غير صحيح طبعاً هذا الموضوع بخصوصات مقيدة طبعاً أنا اللي بنية مصور إياها عن قرب قصيتين أو أكثر بلقائين بدريم سيتي والله تعاملتها عن قرب منية جداً محترمة وعفوية وخلوقة يعني للأسف الشديد مفروض الإنسان يراقب نفسه أو ضميره يراقب على الأقل لو ما يعرف من البارحة لليوم مواقع التواصل خاصة من تيك توك كلها تبحث يعني العناوين كذا كذا بالبحث ما يسر يعني احترموا مشاعر الناس احترموا مشاعر عائلتهم فراء الموضوع ما لا داعي يعني علموا بكم مشاهدة عنوين كذا كذا فاطمة تيدار والله العظيم كل شمو حلوة بحق الناس واحد لازم يكون عنده ضمير ويكون حريص على تصرفاته فان هاي الامور بالتالي تروح وترجع يعني علموا كم لايك تتهمون أعراض الناس الأشياء هي مو يمهم قلت لكم أكرر الابنية انا ما بين وبين رب العالمين والله اصلا بالله جدا محترمة ومؤدبة وعفوية هاي الابنية طالما زرحت الابتسامة على وجوبكم هجمة شرسة ومنظمة على اليمن على الاعلامية المؤدبة الخلوقة المستورة بين قوسيين فاطمة قيدار منو ديقود هاي الحملة وليش هاي الحملة حسب ما افتهمنا ووصلتنا بعض المعلومات وطراطيش الكلام تتنقاض من قبل بعض الفاشينيستات والحفافات على هاي الابنية ليش السبب شنو السبب انه هي ضغطتهم ضوجتهم غفتهم ليش هي انه اشتهرت وهي محتشمة اشتهرت وهي مؤدبة اشتهرت بدون الفاظ خارجة فذنت خبلين مدت تتحمل تشوف وحدة شريفة قدامها الناس تحبها واشتهرت واخذت صده اعلامي جبير وهنا ذنة حارة اش نفخين واش سوين واش ضربين بس حتى يصيحوا لها اعلامية وما حاد يصيح لها اعلامية فهذا السبب هذا السبب اللي صارت هاي الهجمة على هاي المذيعة على هاي الاعلامية المؤدبة المحترمة المحتشمة بت الناس فاعتمنى تكون وصلت الصورة يعني لم اتواصل مع فاطمة قيدار لم اطلب منها التوضيح او الرد على كل ما حصل من الواضح لا تريد ان ترد نحن نحترم قرار المعنى بهذه القضية وهي فاطمة وبالتالي نترك الكلمة للجماهير والمتابعين والملايين من الناس الذين يحبون فاطمة ويتابعونها فانتقينا لكم بعضا من التعليقات والاراء التي كتبت على منصات التواصل الاجتماعي والذين عبروا من خلالها عن حبهم لفاطمة وتضامنهم معها ونبدأ من التعليق كاتبته زيزو تقول في تعليقها البنية محترمة جدا لهذا يسقطون بها شوف يا وحدة تريد تأخذ مكانها وسوتيش تسقيط وطني العراق ايضا تعليق اخر من احمد هاي الانسانة محترمة وناجحة بعملها ومحبوبة الكل عيب عليكم اهل البيجات تسقيطها فعلا الانسان الناجح بالعراق يسقطون يطلعون به على قوة الله يسترها ويستر كل ابنية مثلها قدوة الاعلاميات بالعراق هناك ايضا مداخلة من جاسم يقول جاسم علي تخيلوا له الشعب كله وبالاخص الشباب يصعدون وين ماكو وحدة محتشمة وشريفة وذنيش يسوو لهن بلوكات من حساباتهم ما كان هسا السوشال ميديا يالمعلمة ايضا تعليق اخر ومداخلة من خول علي ابنية مستورة وكانها وردة ليش هيش الذبا سمتا عليها الظاهر هيش امي تقول وكلامها صحيح العايبة منتعاديش تحط سوالفها بيش تعليق من الاعلامي يضياء الديراوي يقول فاطمة بعفويتها وسترها وتعاملها اللطيف جعلها تكسب محبة الناس وأصبحت اعلامية محبوبة وهي طالبة اعلام وتعمل حاليا بقناة الفلوجة حجابها والستر لم يؤثر على عملها فلا تشارك في تشويه سمعتها شي ماء هاي سموها حرب عليها بعد صعودها وانتشارها السريع بدون عمليات تجميل وبدون علاقات مشبوهة بنية مستورة وعلى قناة محترمة اختصرت طريق الفاشنستاد بدون تنازلات وحققت النجاح النجاح